على حل نفسه بتاريخ سبعة عشرة بشرط إجراء الانتخابات يصوت البرلمان على حل نفسه في السابع من تشرين الأول المقبل لكن صالونات بغداد تقول إن الانتخابات قد لا تجري في موعدها تصويت بالأغلبية المريحة يكشف القرار الأخير للبرلمان جانبا من خطط الأحزاب النافذة للانتخابات المقبلة مصادر مطلعة تقول إن التحالفات الشيعية لا تزال قيد الدراسة على أن تصمم لتحقيق هدفين أساسيين خريطة تحالفات تمنع الكاظم من ولاية ثانية وتفاهمات على تحديد موعد مناسب للإقتراع لا يتقاطع مع ظروف إقليمية غير مواتية مهمتاني صارت أسهل بكثير بعد قرار حل البرلمان خلافا لما تروج له الكتل السياسية بوصفه تنازلا لمطالب قوى الاحتجاج يوتيفي نقلت الأسبوع الماضي عن خبراء في الفقه الدستوري أن توقيت حل البرلمان قبل ساعات من الاقتراع هدفه ملاحقة الكاظم حتى النفس الأخير من حكومته لكن بعد جلسة البرلمان الأخيرة بدى القرار حاسما بعد توقيع سكوك بتسعين مليار دينار للحكومة لتشغيل الموازنة سياسيا رحبت أطراف حزبية بالقرار لكنها اشترطت استكمال المهمة بإخضاع الانتخابات للإشراف الأممي هذا ما يقوله القيادي أثيل النجيف لكن ناشطين اشتركوا مؤخرا في نقاشات مع موظفين في الأمم المتحدة حيث أبلغت الأخيرة سياسيين عراقيين أنها لن تلعب دور الرقابة بصيغة شاهد الزور ما قد يعبر عن مخاوف من إصرار الأحزاب على خوض انتخابات محسوبة الحصص سلفا تستهدف استبعاد منافسين كحراك تشرين ترجمة نانسي قنقر